موسيقى حياكم الله وبياكم سادتي على كارم مشاهدي قناة التركمان ومن استوديوهاتها في كاركوغ الحبيبة سادتي على كارم منذ الأول من أكتوبر الماضي الاحتجاجات متواصلة وتصاعدت أثيرتها في الخامس والعشرين من الشهر نفسه هذه التظاهرات كانت تطالب بالخدمات وتحسين الوضع المعاشي وتحولت إلى مطالب سياسية للتعديلات الدستورية واستقالة الحكومة والمرجعية الدينية أعلنت في خطب الجمعة بأنها تدعم وتساند مطالب المحتجين السلميين وشهدت التظاهرات أعمال شغب وحرق للمباني الحكومية ومنازل المسؤولين من قبل بعض المندسين وأبدت السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية أيضا تجاوبا لمطالب المحتجين منها إلغاء مجالس المحافظات والأخذية والنواحي والامتيازات الخاصة بكبار المسؤولين في الدولة ومنهم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان والدرجات الخاصة وتشريع قوانين منها قانون الانتخابات النيابية واختيار مفوضية الانتخابات الجديدة أما أقليم كردستان فيطالب بالحفاظ على مقتساباته التي اكتسبها في الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب العراقي والتركمان لم يطالبوا بشيء سوى تمثيلهم بمنصب وزاري والدرجات الخاصة سادتي على كارم اسمحوا لي أن أرحب بالضيف الكريم الأستاذ محمد سامعان أغا أغا أغلو المتحدث الرسمي باسم الجبهة التركمانية حياكم الله أستاذ محمد تحية لكم الأستاذ المشاهدين أستاذ محمد قبل أن نبدأ الحوار معكم لنشاهد حديث رئيس الوزراء خلال ترأسي الاجتماع مجلس الوزراء حقوق الإنسان لأنه موضوع أساسي حقيقة في سلوكنا السياسي وفي شططنا الموضوع للتعامل مع الأحداث نحن بعد واحد عشرة حصل أشياء مؤسفة كثيرة وأظن اللجنة التحقيقية أوضحت ملابسات ما حصل من حوادث لكن هذه أضرت كثيرا أولا ذهب شهداء عزاء غالين علينا من جميع الأطراف من المتظاهرين من الناس من القوات المسلحة كثير من الجرحة كثير من المعتقلين فإذن أصبح هناك ضرر كبير موجود ثلمة كبيرة موجودة حقيقة في الوضع العراقي سواء بالنسبة لنا كحقوق الإنسان أو بالنسبة للمجتمع الدولي هذه أمور مهمة لم تعد أمور ترفية الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الحياة هو أمر أساسي ومهم وأي حكم يجب أن يحرص على حقوق الإنسان كما يحرص على بقية الحقوق حقوق الإنسان عديدة في الحياة في العمل في الدراسة أم الطفل كل هذه حقوق أساسية وكثيرة وأضمن الدستور العراقي يعني كان جيد في تعداد الحقوق الأساسية للمواطن العراقي استلمنا مذكرة جيدة من يعني مذكرة شفافة من الحقوق الإنسان للأمم المتحدة أو كان هناك يعني تصريح صحفي وصل إلى المكتب مكتب رئاسة الوزراء يشير إلى أمور عديدة ويهمنا نحن أن نكسب الرأي العام كثيراً كان هناك جهد لسيد وزير العدل في جينيف في مؤتمر حقوق الإنسان في جينيف وكان سجننا جيد جداً في هذا المجال ونحن نقبل الانتقادات ونقبل تشخيص الأخطاء وأي دولة أي حكومة راشدة ترتكب أخطاء لكن العبرة في السياقات الأصولية والدستورية لتمارسها كيف هي تقوم بواجباتها أخطاء تحصل كثيراً هذه الدول العالم كلها نشاهد أحنا مشاهد بها قوات تدخل وأثناء تدخل القوات يرتكبون هناك قواعد اشتباك هناك قواعد سلوك هناك ضوابط هناك سياقات تخضع الدول منتسبية خصوصاً من القوات المسلحة لهذه الضوابط وتحاسبهم تحاسبهم بالطرق الأصولية عندما يرتكبون أخطاء وهذا حماية لحق المواطن حياكم الله مجدداً سيداتي ألا كارم وأهلاً وسهلاً بكم سيد محمد استمعنا سوياً إلى حديث رئيس الوزراء والذي تطرق في الاحتجاجات التي حدثت في الأول من أكتوبر الماضي وشهدت أحمال الشغب وشهدت أحمال وأيضاً تطرق دولة رئيس الوزراء إلى مجال حقوق الإنسان ومشاركة تمثيل العراق في مجال حقوق الإنسان في جينيف رأيك وانتباعاتك صفتك متحدث باسم الجبهة التركمانية أنتم كجبهة تركمانية أنتم كمكون تركماني كيف ترون وكيف تقرؤون الوضع السياسي العراقي عموماً في العراق بعد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في بغداد وبعض المحافظات الجنوبية كيف تقرأ الوضع؟ نعم يعني دعني أبدأ أولاً بأن البيانة العالمية لحقوق الإنسان أكدت في عدة فقرات من موادها بضرورة أن كل إنسان له الحق بالمشاركة وبأي تجمع أو تظاهر للتعبير عن رأيه باعتباره كل إنسان له حق التعبير عن رأيه الشخصي وأيضاً الدستور العراقي كفل حق المواطن أيضاً نتاق الأمم المتحدة وقوانين يعني كافة الشراع السماوية وحتى الدستور العراقي كفل المواطن العراقي بحق التظاهر والتعبير عن رأيه اليوم حينما نتابع ما يحدث في العاصمة بغداد وبعض المحافظات أيضاً نشاهد بأن أكثر الذين شاركوا في هذه التداورات هم من الشباب وأعمارهم يبدأ من 15 إلى 16 سنة سببه هناك تراكم كبير من 2003 إلى يومنا هذا هناك سوء خدمات هناك مع الأسف ليست هناك قيمة للمواطن العراقي فقدنا كلمة المواطنة لا سماو أن هناك دستور لم يكتب بأياد عراقية بعد إسقاط النظام الدكتاتور صدام حسين بل كتبت على يد بريمر مع الأسف كان هذا الدستور العراقي كهدية ثمينة للمكون الكردي وللإقليم مقارنة بالشركاء السياسيين من الشيعة والسنة وباقي المكونات من التركمان والمسيحين وإلى آخرين حينما نلاحظ الدستور العراقي الذي أنا أعتقد بأنه هو السبب الرئيسي لما يحدث اليوم في بغداد والمحافظات الجنوبية هناك مواد دستورية في وقته كان لنا كلمة كمكون تركماني وليس كجب التركماني العراقي كمكون تركماني كافة الأحزاب السياسية التركمانية رفضت الدستور البريمري والسبب كان لدينا ملاحظات وشاهدناها في حين أن هناك مواد دستورية تشبه قنابل موقتة ستجعل من العراق وستسبب بتقسيم العراق حينما قلنا هذا الكلام في وقت لم يسمعنا شركائنا السياسيين في العاصمة بغداد كان المكون التركماني كلام فاصل في هذا الموضوع وقلنا كلمتنا بكلة للدستور لكن اليوم بعد التراكمات السياسية وبعد الإهمال الكبير وحينما نشاهد الحكومة العراقية من 2003 إلى 2019 ونحن على بواب الدخول في سنة جديدة هناك إهمال في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال التعينات في مجال الخدمات هناك هدر كبير للمال العام مع الأسف سرقة النفط في عموم المحافظات العراقية لاحظنا بضعف كبير من قبل الحكومة لا يوجد محاسبة للفاسدين لا يوجد محاسبة للذين طالت أياديهم لهدر المال العام سببت بخروج مجموعة من الشباب في تضارات في ساحة التعليم رئيس الوزراء أوضح فيه بعدة مجالات بأنه لن يتحمل المسؤولية المسؤولية التراكمات التي حصلت منذ 2003 وقبل 2003 في عادي النظام البائد كانت هناك عقوبات دولية من حصار اقتصادي أدت إلى وجود إلى ظهور فسادي داري ومالي في العراق منذ التسعينيات منذ التمانينات الحرب العراقية وأيضا حرب الخليج يعني هذه التراكمات كلها ظهرت الآن هذه الفترة يعني كلام السيد دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي كلامه جزء منه صحيح لكن الجزء الآخر الذي قد لا يعلمه الكثير سيد عادل عبد المهدي كان عضو بارس في المعارضة العراقية ضد نظام الطاغية صدام هذه نقطة نقطة ثانية بعد سقوط الطاغية ودخول الأحساب السياسية كافة إلى العاصمة بغداد هو كان أحد أعضاء لجنة الحكم واللجنة الرئاسية وكان أحد أعضاء لجنة كتابة الدستور العراقي وكان نائب رئيس الجمهورية في عهد المالكي لذلك استلم مناصب كوزارة النفض وزيرا للطاقة لفترة معينة السيد عادل عبد المهدي جزء أساسي من ما يحدث من 2003 إلى يوم هذا حتى وإن كان حسب حديثي أنه يتحمل تراكمات السنوات أو الحكومات السابقة لكن أيضا هو الذي يقع على عاتقي جزء كبير من ما يحدث اليوم السيد محمد يعني أنتم في كاركوك كما ذكرتم كالتركمان وكمكون أساسي يعني بنود الدستور لم ترق لكم هذه الفقرات وبنود الدستور يعني تحديدا ما الفقرات التي لم ترق لكم أنتم كنتم ناقمين على فقراتها أو فقرات الدستور أخي الكريم كتابة الدستور شيء وتطبيق الدستور شيء آخر اليوم لا يوجد في الدستور العراقي مادة تنص بأن يكون الرئيس الجمهوري من المكون الكردي أو رئيس الوزارة من المكون الشيعة أو رئيس البرلماء من المكون السنين ولكن كان لديكم من يمثلكم في صياغة الدستور العراقي نعم أولا الدستور العراقي الذي كما قلت في بداية البرلماء لم يكتب بيادة عراقية هي جاءت بشكل حاضر وعرضة على مجموعة من المسؤولين وجميع وقعوا واتفقوا على بناء ما يدعونه منذ سنوات بالشراكة الوطنية وبالمحاصصة وبكل هذه المسميات لذلك أنا أعتقد هذا الدستور كان ساد المسؤولين في بغداد رئيساء الكتل السياسية ورئيساء الأحزاب أرغموا بهذا الدستور العراقي هذه النقطة نقطة ثانية هناك مواد دستورية اليوم حينما نشاهدها هناك غبن على بعض المحافظات المهمة التي تنعم بها خيرات مثل البصرة نفط البصرة اليوم له تأثير كبير 90% من اقتصاد العراقي يعتمد على نفط البصرة لكن حينما نشاهد الدستور هناك غبن على البصرة ولكن يعطي حقوق كبيرة للإقليم يتفضل المحافظات المنتجة للنفط طبعا يعطي حقوق كبيرة للإقليم إضافة إلى أنه لا يوجد دولة من دول العالم المتقدمة أنه يمتلك دستورين في أن واحد العراق اليوم لديه دستور اتحادي في بغداد ودستور آخر في الإقليم الدستور الاتحادي في بغداد ممكن للأخوة في قادة الأحزاب السياسي الكردي أن يشاركوا في كتابة هذا الدستور أو تعديل هذا الدستور أو أي ملاحظة على هذا الدستور ويصبحون شركاء سياسيين في حين الحكومة الاتحادية التي تمثل كل البلد لا تستطيع أن تتدخل في تعديل أي مادة من نصوص الدستور الإقليم هذه أمور جدا مهمة كانت سبب لما يحدث اليوم إضافة إلى ذلك مثلا كانت هناك مادة كمادة 126 رابعا والتي حاليا هي السبب عدم قيام لجنة تعديل الدستور الذي شكله السيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من قيام دوره مادة 126 رابعا أن تنص إنه أي انتقاص من صلاحيات الإقليم أي مساس بصلاحيات الإقليم يعطي الحق لإقليم كردستان بأن تقوم باستفتاء شعبي داخل الإقليم وترفض هذه التعديلات الدستورية التي تشملها إذن ماذا سنصنع إذا كانت لجنة تعديل الدستور تغير مادة من أي المادة ويعترض عليهم هم يطالبون بمكتسباتهم أستاذ محمد طبعا ليس فقط مادة 126 رابعا هناك مادة 142 أيضا المادة 142 تتحدث أيضا بنفس المقدار بأنه لا يمكن أن طبعا أي تعديل دستوري يعرض على استفتاء شعبي يشارك به كافة المواطنين يعني المواطنين في عموم العراق لكن المادة 142 تتحدث في حال اعتراض ثلاث سكان ثلاث محافظات عراقية ممكن إلغاء هذا التعديل طيب الإقليم يتكوم من ثلاث محافظة إذن وكأن بريمر في وقته كتب هذا الدستور حفاظا على مكتسبات الإقليم وهاملا كل المكونات الرئيسية الأخرى التي نعتقد اليوم هم في موقف جدا محرج أمام الشعب العراقي وأتحدث أيضا وبكل صراحة عن المكون الشيعي والحكومة التي نشاهد في كافة القنوات وفي كافة الفضايات يخرج الكثير من أساس السابقين والحالين يقولون بأن الشيعاء فشلوا في إدارة الدولة وكذا وكذا لكن لا أحد يتحدث بأن هذا الدستور الذي كتبه الأمريكان وابريمر هو السبب في وضع اليوم المكون الشيعي أو الحكومة والأحزاب الإسلامية التي شكلتها الحكومة العراقية هم اليوم في هذا الموقف بسبب هذا الدستور الذي كتبه وابريمر نعم الآن لديكم ممثل سيد أرشد الصالحي أناب أرشد الصالحي ورئيس جبه التركمان هو ممثل للتركمان أيضا في لجنة تعديلات الدستورية هل أنتم مطمئنون على إجراء هذه التعديلات أن هناك شخصية تمثلكم يعني شخصية المكون أخي الكريم في وقتي حينما تم كتابة الدستور أيضا كان هناك ممثل من المكون التركمان لكن كما قلت هذا الدستور فرض علينا وفرض على كافة قادة الكتل السياسية اليوم نفس الحالة هناك تخوف سيد أرشد الصالحي لا يمكن أن يستطيع أن يسيطر في كافة أمور تعديلات الدستورية لوحده اليوم هناك مع الأسف عدم تجاوب من الحكومة العراقية لاحظ أن بعض القادة السياسيين اليوم في مدينة كركو وأتحدث عن مستوى رؤساء الأحزاب إن كانوا تركمانا ومن العرب يعني أخص بهتين القوميتين يقولون بأن لا يمكن الخروج بالتظاهرات أو اعتصامات داخل مدينة كركو للمطالبة أيضا بالخدمات وبالتعيينات لا سيمة وكركو في محافظة نفطية وهي أهملة لا توجد فيها مطار إلا الآن لم تستكمل أعمال المطار ولا يوجد مصفى نفطي ولا يوجد خدمات كبيرة ولا يوجد مشاريع ضخمات هي التظاهرات أساسا انطلقت بالمحافظات الجروعية بالخدمات طالب الخدمات ثم تحاولت إلى أمور سياسية أخرى يعني يدعون بأن خروج التظاهرات في كركو سيسبب في زعزعة الأمن اليوم أنا أعتقد بأن خروج التظاهرات مسألة مهمة جدا لا سيما المكون التركماني لم يستلم حقوقه منذ 2003 إلى من هذا على مستوى رئاسات الثلاثة اللي أمثل قبل قريب وضحتها بأن من أعطى الحق ومن كتب في الدستور العراقي بأن يكون الرئيس الجمهورة إلا من المكون الكوري لم يعطى الحق للمكون التركماني على مستوى رئاسات الثلاثة ولا على الكابينات الوزارية ولا في أثناء تشكيل الحكومات حتى حينما طلبنا بتشكيل قوة تركمانية في داخل كركو تم رفضه من قبل الأحزاب السياسية الكردية بسبب عدم تواجد وزير داخل الحكومة إذن الحكومة لا تتحمل وزر تهميشكم يا أستاذ محمد إلى من تأزل أسباب أسباب تهميشكم أنا أعتقد أولا أن من كتب الدستور العراقي كان متقصدا إهمال المكون التركماني هذه نقطة جدا مهمة يجب أن يعلمها الشعب التركماني يعني التركماني كانوا خارج المعادلة من بدايته بسبب أن التركماني دائما يدافعون عن وحدة العراق أرضا وشعبا وأن الأمريكان في وقت كانوا كتبوا هذا الدستور لغرض أن تكون في السنوات المقبلة أستاذ محمد ذكرتم مؤتمر المعارضة أنتم كتركمان كان لديكم ممثلين أيضا في مؤتمر المعارضة في مؤتمرات لندن في مؤتمر صلاح الدين يعني لماذا كان دور ممثليكم لربما كان دور ضعيف على العكس أغلب الاجتماعات كانت تعقد في أربيل وكان الأحزاب السياسية التركماني في وقته تمثيل متميز في اجتماعات لندن وفي اجتماعات تركيا وغيرها كان دائما المكون التركماني إذن لماذا الآن تعانون من التهميش لماذا الآن هناك تصريحات عديدة مهمشون مهمشون إلى متى يعني ليس فقط المكونة الشارع التركماني يسألكم أنتم كجبت تركمانية الخيمة التركمانية أين أنتم من معاناة الشارع التركماني يعني إذا سمحت لي أولا الدستور العراقي هو السبب الذي كتب الدستور العراقي في وقته كان له نية بإخراج المكونات التي تدافع عن وحدة العراق قبل سنتين شاهدنا استفتاء باطل في مدينة كركوب من الذي وقف أمام هذا الاستفتاء المكون التركماني بامتياز ثم بدأت الحكومة العراقية بإصغاء إلى المكون التركماني وشاهد بأن المسألة خطرة وتدخل بعد ذلك هذه نقطة جدا مهمة لذلك اليوم نحن يجب علينا أن يكون لنا وقفة رجل واحد يعني أنا ممن بركم الكريم وناشد كافة القادة السياسيين التركماني في مدينة كركوب من كافة العزاب السياسيين أن يقفوا وقفة رجل واحد لأن المسألة مسألة مكون اليوم القانون التمليك أراضي المتجاوزة سلأتي على هذا القانون فقط للإضافة نحن لسنا ضد القانون لكن هناك أمور تهدد جغرافية تركماني الذي ممتد من الموصل إلى مندل ولذي يقنطها تركماني سل محمد ولكنك أنت تعلقت بخروج تظاهرات في كركوب هذا رأيك الشخص أم رأي الجبه التركماني نحن كان لنا التصريح البارحة وتحدثنا مع السيد الرئيس الجبه التركماني العراقية الناب الشر الصالحي نحن كلنا برأي واحد إذا ما استمرت الحكومة العراقية بإقرار قرارات من مجلس الوزراء ليست لصالح المكون التركماني كل الخيارات الديمقراطية والسبر الديمقراطية مفتوحة أماما للتعبير عن رأي مكونة لها سيمة مكونة تعرض إلى عدة أمور سنتحدث بها إن شاء الله خلال البرنامج نعم إذن لنأتي إلى قرار مجلس الوزراء الذي أصدر مجلس الوزراء هذا القرار الذي يخص بتمليك المنازل والبيوت على الأراضي المتجاوزة يعني أنتم كالتركمان لماذا ترفضون هذا القرار الذي يخص شريحة كبيرة من المعلومين شريحة كبيرة من الطبقة الفقيرة الطبقة التي لا تستطيع أن تملك دارا يعني التركمان أيضا لديهم أراضي يعني صدرت في عهد النظام البائد نعم ما هي الأسباب لرفضكم هذا القرار؟ عدة نقاط يعني أولا الأناس الذين بنوا منازل على أراضي متجاوزة أو أراضي زراعية في أطراف المدن في بغداد أو في المحافظات الجنوبية يختلف عن ما يحدث في كركو في المناطق الجنوبية ممكن أن نحسبها أنهم كانوا أصحى الدخل محدود أو كانوا من مستوى الفقر لكن في مدينة كركو هناك محاولة للتغيير الديمغرافية من 2003 إلى ومن هذا هناك أناس أصلا ليسوا عراقين لا يحملون جناسي عراقي قدموا من سوريا ومن تركيا ومن إيران وجاءوا إلى العراق وتم إعطاهم تزويدهم بالجناسي وبالجوازات المغيرة تم بناء مساكن له في كركو هل لديكم إثباتات بالوثائق وبالأدلة يعني أدلة دامغة بأن هؤلاء الذين بنوا على أراضي متجاوز عليها وهم ليسوا عراقي نعم لو جئنا إلى تدقيق سجلات النخلية وإلى تدقيق البطاقة التنمونية سنجد الكثير من هذه الأمور وبشكل واضح يعني مسألة ليست مسألة ادعاة هي مسألة معلومات والذين معلومات أن هناك عدد كبير هائلة جاءت إلى مدينة كركو هم ليسوا المؤجرين الذي هجروا من حزب البعث المنحل في وقته النسبة السكانية المقدرة والمتأكدين منها كم تبلغ عدد السكان كم يبلغ عدد السكان كركو حاليا مقارنة قبل 2003 وبعد 2003 يعني هناك على الأقل تزايد ما بين 400 إلى 500 ألف نسمة تزايد في عدد السكان لا يمكن أن يكون الجميع كل هؤلاء كانوا من المهجرين لأن كما قلت لدينا عمل كبير في هذا المجال وتنسيق مع بعض الدوار المعنية لذلك نحن لسنا ضد القرار نحن نقول كل مواطن سواء تركوانيا أو كرديا أو عربي حتى أكون صريح من أهالي مدينة كركو وأحد أصلا من هذه المدينة لو إن كان له منزل أو سكن على أراضي متجاوزة على أراضي زي لو الحق يعني يتم تملك وفق الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لكن نحن اعتراضنا على أمور أخرى منها هناك عدد كبير من المهجرين جاءوا بعد داعش أحداث داعش تنظيم داعش الإرهابي من الرمادي وصلاح الدين والموصل وديالة وهم الآن يسكنون وقد بنوا منازل سكنية في منطقة واحدة حزيران وأطرف كركو والحويجة وغيرها هناك قبل فرض القانون عوائل كبيرة كردية جاءت ليسوا من أصل مدينة كركو من قضاء الشمشمال ومن السليمانية وإربيل ومحافظات الشمالية جاءوا إلى لغرض التغيير الديمقراطية لكن هؤلاء أيضا عراقيون سيد محمد من حق العراقي أن يستملك أو أن يملك دارا في أي بقعة لو كنا نعيش في دولة بدون أن يكون لأحد أو لحزب سياسي أطماء للسيطرة على محافظة المال أنا أقول لك من حقك ومن حقي أن نسكن في الرمادي والبصرة وغير من أي محافظة أنتم تتخوفون من تغيير الديمقراطي العزاب السياسية الكردية هدفها التغيير الديمقراطي ومن ثم استفتاء آخر أيضا لغرض الحق كركو إلى الإقليم هذه الأطماء لحد الآن ليست منتهية هناك مشاريع انفصال نحن حينما نتحدث في شراكة وطنية في بغداد مع الأسف نتناسى بأن الشركاء نفسهم يخالفون الدستور العراقي وهدفهم تقسيم البلد لذلك اعتراضنا على هذا القرار جاءت لعدة نقاط نقطة أخرى لإلى الآن لم تحسن مسألة قرارات قيادة الثورة المنحل حول نزاعات الملكية هناك قرى تركمانية مثل تركلان وغيرها ويايوشي وغيرها وبيشير أراضي زراعية تابعة للمكونة تركمانية إلى الآن لم تسترجع إلى أراضيها داخل تسعين كل هذه حينما لا تحل وفقط إجراءات سريعة على حساب مكوننا نحن لا نقبل بها أستاذ محمد أيضا أنتم كتركمان لديكم مآخذ لديكم رأي بحل مجالس المحافظات لماذا ممتعظين من إلغاء مجالس المحافظات والأخذة والنواح أعتقد أن هذه المسألة أصبحت مطلب شعبي كل الشعب العراقي وصل إلى قناعة بأن أغلب مجالس المحافظات لم تقدم شيء تحولت من مجالس خدمية إلى مجالس سياسية ومناكفات ومحاصصات ومتمثيل للأحزاب لو تم وضع محافظ وفق صلاحيات أن يكون المحافظ تحت نظر أعضاء النواب في المحافظة يعني اليوم نواب محافظة كاركوب هم يكونون مشرفين على عمل سيد المحافظة يكون أفضل لكن في نفس الوقت يجب أن يعطى سياق وضوابط معينة في حال خروج المحافظ أيضا من سياقه كمحافظ لكافة المكونات إلى محافظ لجيه معينة يجب أن تكون إقالاته أيضا بيد النواب أو بيد الجيهات المعنية في بغداد مثلا على مستوى مجلس النواب أو مجلس الوزراء يعني في حال يعني لو رجعني إلى قانون أو قانون المحافظات تقم 159 لسنة 69 في تعيين المحافظين من قبل رئيس الجمهورية أو إذا أمكن يتم تعديل القانون باختيار رئيس مجلس الوزراء للمحافظين أنتم هنا في كرة تحديدا يعني كيف تفسرون الأمر جئنا إلى نفس النقطة لو كان رئيس الجمهورية هو رئيسا لجمهورية العراق وليكافة المكونات السياسية لن يكون لنا أي اعتراض لكن في حال كان رئيس الجمهورية من مكون واحد ويعمل وكأنه رئيس جمهورية للكرث فقط دون المكونات الأخرى حتى شهادنا في الاحتجاجات الأخيرة وفي المضاهرات التي حدثت في بغداد كان كلامه أو حديثه أو خطابه للجمهورية العراق جاء جدا متأخرا كان يقع على سيد برام صالح كرئيس جمهورية العراق أن يتصرف بيتصرف حكيم وأن يكون بادرا ولكنه بادرا أستاذ محمد بادرا بجمع المدونين بجمع الخبراء في إقراء مسودة قانون للانتخابات والمفوضية وإرسلها إلى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء إرسلها إلى البرلمان والآن البرلمان في جلسة إلى إشعار آخر هل المتظاهرين طالبوا من مثل هذه المطالبات؟ لا المتظاهرين طالبات مواضحة هو إعادة كتابة الدستور العراق الذي هو السبب ما يحدث اليوم في بغدر إن كان سيد بارام صالح يريد أن أرجع جلسته إلى إشعار آخر لماذا؟ ماذا تفسر أنت كسياسي تركماني؟ كما قلت كان هناك وفد كردي زار العاصمة بغداد التقى بعدد من الوسلين كل همومهم هو الحفاظ على مكتسباتهم الذي أقرت الدستور العراق منها المادة مادة 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 وحتى يجب أن يعلم الإشارع التركماني إن ليست كل المواد الموجودة في الدستور هي ستشمل تعديلا أو ستقوم لجنة تعديل مع التعديلات كاملة في الدستور أم إلغاء الدستور أم من الدباجة إلى النهاية وفقرات الدستور كم فقرة كم مادة يعني أنتم تقولون 139 اليوم المطلب الشعبي وكما مكون تركمان أيضا نقول بأن لجنة تعديل الدستور يجب أن يقوم بتعديل الدستور من المادة الأولى إلى آخر مادة أن تشمل كافة البنون لأن هناك عدة بنود ليست فقط على مستوى كركو هناك مواد في الدستور وأيضا تتخوفون من المادة 140 أنتم تقولون لا توجد مادة 140 في الدستور الذي صوت عليه في الشعب العراقي في الاستفتاء الذي جرى في 2005 كيف هذا لا مادة 140 موجودة في الدستور العراقي الذي صوت عليه الجمهور العراقي في 2005 لكن ضمن السياق وتاريخ زمني محدد هذا التاريخ كان يجب أن ينتهي وانتهى لكن هناك جهات سياسية وهناك المحكمة الاتحادية حكومة عراقية هم شركاء مع الحزاب السياسية الكردية دائما ما يتحاطفون المحكمة الاتحادية أكدت بأنها السارية لحد الآن المادة 140 المحكمة الاتحادية أيضا سويسة لأنه الدستور العراقي واضح حينما يحدد الزمن اليوم حتى في دوار الدولة حينما يحدد أن يطبق كذا قرار خلال عشرة أيام اليوم الحادي عشر ويعتبر اليوم باطل باعتباره محددا الدستور العراقي ما دام حددت هذه المادة ضمن فترة زمنية محددة حتى المحكمة الاتحادية سويسة في هذه المسألة البعض منكم من بعض الساسة أيضا لديكم انتقائية في ضمن المادة ضمن فقرات المادة يعني لا ترفضون التطبيق لا ترفضون الإحساء وإنما بماذا ترفضون المادة يعني جملة وتفصيل أم بماذا نحن اعتراضنا على المادة 140 جاءت بالاعتماد على المادة 23 المادة 23 أيضا تنص على تطبيع الأوضاع وتدقيق سجلات الناخبين لكن ذهابهم إلى المادة 140 هم لأجل الاستفتاء الاستفتاء لا يمكن أن يكون دون تدقيق سجلات الناخبين حتى في القرارات الأخيرة التي أصدرتها مجلس النواب العراقي حول التعدلات على قوانين المفوضية وقانون الانتخابات تنص على تدقيق سجلات الناخبين لغاية 1-12 طيب لماذا إلى هذه اللحظة هل قامت المفوضية بتدقيق سجلات الناخبين أجواب كلا إلى هذه اللحظة لم تحدث يعني هناك مواد تكتب لكن لا يتم تطبيقها لكن يتسارعون في تطبيق الاستفتاء على مدينة كاركوك تحتل تغيير الديمغرافة الذي حدث من 2003 إلى يوم من هذا كما قد أكثر من 400 إلى 500 ألف نسمة من سكام مدينة كاركوك وليس قد يكون ليس الكل لكن أغلبية هؤلاء ليس مناقصة وصلا مدينة كاركوك سيد محمد بالنسبة للتعديلات الدستورية كما ذكرنا المواد القوانين يعني قانون ضمان اجتماعي هناك إجراءات مستقبلية من الحكومة لتسريح عدد كبير من المواليد كيف تقرأ هذه الأمور؟ يعني قانون التقاعد الذي صوت عليه البرلمان العراقي أيضا مجحف بحق المكون التركماني لماذا؟ لأنه من 2003 إلى يومنا هذا أغلب التعينات كانت للمكون الكردي وفي السنوات الأخيرة بدأ المكون العرب أيضا له تعينات كثيرة لكن مقارنة مكون التركماني هو جدا متواضع نسبة التعينات لذلك اليوم حينما يؤخذ بمواليد 57 و58 و59 وسيطبق في 2020 إذن سيشمل أيضا مواليد 60 هذه المواليد حينما يحال إلى التقاعد السنة شؤهد في مدينة كاركوك بين أغلبية الذين يحالون على التقاعد سيكون من الموظفين التركماني المكون التركماني والذين تم تعيناهم في 16 سنة الأخيرة هم من المكون الكردي والعربي حينما نحسب السلم الوظيفي كل أربع سنوات يتم تصعيد درجة الذين تعيناهم في 2003 وتعيناهم في 2005 على الأقل اليوم لهم درجتين أو ثلاثة تصعيد يعني إذا تعينا بدرجة السابعة هو الآن بدرجة الخامسة والرابعة سيصل إلى مصر ومدراء أقسام ومدراء دوار المكون التركماني ماذا سيحدث سيكون له نسبة جدا ضئيلة في تمثيلهم في مدينة كرقوك هذه نقطة جدا مهمة طيب الحل يجب أن يكون مقارنة بالذين يتم تقاعدهم يجب أن يكون هناك تعينات من الكون التركماني وعلى القادة السياسية تلفون مداخل في هذا الموقع أيضا بالنسبة لتخفير سن المرشح للانتخابات إلى 25 سنة أنتم يعني كالتركمان مع تخفير سن المرشح مع تخفير عدد المقاعد البرلمانيين مع توزيع المقاعد للأقضية يعني دائرة انتخابية واحدة أم توزيع بالنسبة 50 إلى 50 مثلا قبل عشر سنوات كنت أعمل في برلمان الشباب العراقي كان لنا في وقتي على مستوى منظمات المجتمع المدني حملة لغرض تنزيل أعمار الترشح للبرلمان العراقي كنا نطالب أن يكون السن القانوني 28 سنة 28 الآن 25 الآن 25 سيصبحه 25 نعم يعني مسألة تنزيل السن القانوني مسألة اعتيادية اليوم أغلب حينما نشهد أغلب الدول المتطورة في أوروبا والولايات المتحدة والتركيا وغيرها هناك وزارة بأعمار 28 28 سنة و 30 سنة المسألة يحتاج قبل أن تكون مسألة تنزيل العمار إلى إيصال جيل لبناء الدولة مستوى التعليم في الدولة مستوى التعليم العالي في الدولة ليست من مستوى بقدر الطموح مع الأسف في السنوات الأخيرة هناك تراجع كبير في التعليم في العراق كان في السابق مستوى التعليم جدا عالي لكن حاليا المستوى التعليم ليست بالمستوى الطموح لذلك وصول أي شخص حتى في مسألة التقاعد في قانون التقاعد اليوم أغلب الذين يتعينون في دولة الدولة لا يوجدون الكتابة في اللغة العربية وهو خليج باكالوريوس أنا كمدير دارة أحدث بكل صراحة إضافة إلى أنه أغلب الذين سيتم إحالتهم لتقاعدهم فطاحلة الدوار الذين لهم قابلية كبيرة يعلمون مسألة القوانين كيف يتم الأمور الإدارية والإجراءات الإدارية يجب الاستفادة من هؤلاء أنا أعتقد أن الأجدر أن يتم التعين أولا ثم الإحالة للتقاعد على الأقل الجيل الذي يتم تعينه يتعلم مثلا لمدة ثلاثة أشهر وستة أشهر من فطاحلة الدوار الذين سيتم إحالتهم للتقاعد الأمور الكيفية تمشية أمور الدولة ثم يتم إحالة الآخرين إلى التقاعد هذه الأمور جدا مهمة لبناء الدولة المسألة ليست فقط إقرار قوانين لإسكات المتظاهرين في بغداد يعني أستاذ محمد قانون الانتخابات لحد الآن البرلمان لم يصوت على قانون الانتخابات ولم يصوت لقانون مفاوضات الانتخابات أنتم كالتركمان لديكم مآخذ على المفاوضية الحالية يعني مفاوضية الانتخابات التي أجرت الانتخابات في 2018 نعم اعتصمتم للشهر ماذا جنيتم من الاعتصام يعني سيد هاني دعني أكون صريحة معك حينما اعتصمنا لمدة 28 يوم ضد مجلس المفاوضين كانت هناك قرارات يعني أخرجنا بقرارات جدا مهمة مثلا من إقالة مجلس المفاوضين ثم ذهبنا إلى إجراء احتساب المقاعد العد اليدوي العد اليدوي وعدم الاعتماد على العد الالكتروني فقط لكن مع الأسف حينما انتهت دورة تشريعية الفرلمانية في 1-7 واستلم سيد عادل عبد المهدي الكابينة الحكومية الجديدة كان أول قرارات مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وإعادة مجلس المفاوضين وإلغاء كافة القرارات التي اتخذتها البرلمان السابق هذا الدليل بأن السيد عادل عبد المهدي هو شريك سياسي لكل من كان له يد في التزوير في 2018 ولكنه لم يشارك في الانتخابات وبناء على تحالف السائرون والفتح جاء برجل يعني أصبح رئيس وزارة ولكنه لم يشارك في الانتخابات مسألة ليست مسألة مشاركة ليست دفاعا عنه نعم هي ليست مسألة مشاركة في الانتخابات من عدمه هي مسألة أن سيد عادل عبد المهدي شريك سياسي له صداقة كبيرة مع الحزاب السياسي الكردي وأن الذين يزوروا في انتخابات كاركو كانت واضحا جدا وفي وقته تحدثنا في وسائل الإعلام والتهم نجيات التي زورت الانتخابات وكانت لنا دلائل قطعية وكانت لنا دلائل كبيرة لكن مع الأسف لم تأخذ بنظر الاعتبار لأن المسألة كانت أكبر مما كنا نتصور مع الأسف كان للسيد الرشير الصالحي في وقته تصريح جيد لم يأخذ بنظر الاعتبار السيد الرشير الصالحي قال في وقته بأن الحكومة العراقية الحالية التي جاءت بالتزوير لن تستمر أكثر من سنة وهو اليوم بعد مرور سنة نشهد اتصامات وتظاهرات في بغدر تطالب بحل العملية السياسية بأكمله اليوم إذا كنا نريد حلا الحل يبدأ من إعادة كتابة الدستور من أولي أو إن كانت هناك لجنة تعديل الدستور أقرها البرلمان يجب تعديل كافة البنود وليس إلى المادة 139 وعدم إدخال المواد قد تمثل إبن يجب أن نغي كل المحشوبية الموجودة ليست بلجنة جديدة وإنما كانت موجودة مفروض كانت تأخذ مجراها من سنوات أغلب اللجان البرلمانية كانت موجودة من سنوات لجنة الصحة واللجنة النزاه والباقي لكن لم تكن تعمل بلجنة ولماذا تأخرت؟ تأخرت لأن هناك المحاصص المقيتة وهناك مسؤولة المحسوبية بين الحزب إلى حزب آخر اليوم المتظار لماذا يطالب في أكثر من مرة بضرورة عدم إدخال هذه الأحزاب السياسية في الانتخابات التي ستجري لأنه يعلم بأن هذه الأحزاب والممثلية هذه الأحزاب في البرلمان أو الكابينات الوزنى هم السبب في الوصول إلى ما وصلنا إليه من عدم تقنيم خدمات أو عدم تعينات أو عدم إجراء في مجال الصحة والتعليم والنفط وكثير من الأمور نعم في حال تم اختيار مفاوضين جدد من السادة القضاة أو من سادة أساتذة الجامعات أنتم كالتركمان أيضا تطالبون بقضي ماثلكم أو مماثلي ماثلكم في المفاوضية الجديدة إذا سنعود إلى مربع المكونات ومربع التمثيل المكوناتي أو القومي أو الإثني طيب إذا كنا نريد أن نبني بلد بعيدا عن المحاصصة إن كان هناك أحد البنود أو المواد في تعديل قانون المفاوضية يقول بأن سيتم تحديد ثلاث قضاة من المكون الكردي والسني والشيء لماذا يكتب بهذا الشكل؟ لماذا لا يكون مثلا ثلاث قضاة معروفة بنزاهتهم وبشفافتهم وبعملهم على المستوى القضائي المعروف على مستوى البلد ويتم وضعين في بابات لماذا يجب أن يكون هناك كردي؟ لا ربما هذا مجرد مقترح ولم يصوت على هذا القانون السيداني كل المقترحات مع الأسف إلى الآن الحكومة العراقية غير جادة في تطبيق القرار يعني على الأقل اللجنة تعديل الدستور كان يجب أن يبدأ بمادة مادة وأمام أنظار الشعب العراقي يبدأ بتغيير هذه المواد لكن نتفاجأ بوفود تذب من الأقليم إلى بغداد ويتم المطالبة بإخراج بعض المواد الدستورية من مسألة التعديل هذه الأمور توضح لنا بأننا لازلنا في دائرة المحاصصة ولازلنا في دائرة الشراكة السياسية المزعومة التي يتحدثنا يعني وفد الأقليم أيضا يناقش مع الحكومة قرار الموازنة واستحقاق الأقليم من الموازنة العامة للدولة يعني شيء غريب جدا أنه دائما الذين يتحدثون عن الشراكة أتحدث عن الأخوة الكرد يتحدثون عن الشراكة في بغداد وفي نفس الوقت هم حينما كانوا يحكمون في مدينة كاركوك إلى 2017 لم يقبلوا بالشراكة مع المكون العربي ومكون التركماني وهم أيضا في أربيل لا يقبلون بالشراكة معهم يعني اليوم الحكومة الاتحادية في بغداد يجب أن تكون كافة المنافذ والمطارات والحدود حتى ديوان الرقابة المالية لا يستطيع أن يسيطر على مسألة الموظفين ومسألة تقديم توزيع الرواتف في الإقليم هذه مسألة غير طبيعية يجب أن يكون الإقليم جزء من الاتحادية وليس الاتحادية أن يكون جزء من الإقليم ولكن أستاذ محمد أنت تتحدث عن الإقليم الإقليم يعني حكومة الإقليم لديكم وزير في حكومة الإقليم حاليا أستاذ آيدن معرو نعم يعني حزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطن الكردستاني دائما ما يحاولون بوضع ممثلين من التركمان ومن المسيحيين كتوضيح للمكون في حد القنوات سألني أحد المرسلين وقال بأن المكون التركماني يمثل بالنسبة 2.5 في مجلس محاوظة أربيل طيب هل هذا النسبة هو التنتيل لمكون التركماني؟ الجواب كلا مدينة أربيل معروف بتركمانية لذلك مسألة تنتيل وزير نعم السيدادة المعروف هو ممثل عن الجابة التركمانية العراق وممثل من مكون التركمانية في الكابينة الوزارية في إقليم كردستان لكن الجواب هل سيستطيع هذا الرجل وحده أن يغير الكثير أو أن يمثل المكون التركماني في إربيل وزير الدولة يعني كوزير الأقليم وزير الأقليم وعندكم كم مقعد كوتة في أربيل في برسمان أقليم كردستان لجابة التركمانية يعني للمكون التركمانية للمكون التركمانية خمسة ككوتا يعني أنتم ممثلين لديكم ثلاثة أو بقعد واحد الذي كان آيدن معروف استلم الوزارة لكن هل المكون التركماني يستحق في دستور الإقليم أن يكون كوتا أم هو مكون أصيد لماذا لم ترفض الكوتا رفضتم في بغداد الكوتا وفي أربيل لم ترفض الكوتا أيضا كانت لنا مواقف لكن هم كما قلت يرغمون الآخرين بتنفيذ القانون ولا يقبلون بأحدا يقوم بتعديل الدستور أو بتعديل القرارات داخل الإقليم يعني لهم قرارات فردية في هذا الجانب ذكرتم بخصوص المطار المطار لربما هناك عملية تأخير لإفتتاح المطار لماذا يعني سيد محافظ كركو يعلم بهذا الأمر وأيضا السيد حسن ترام السيد رشيل صاري وبقي رؤساء العزاب السياسية الكل يعلمون بأن فتح المطار في مدينة كركو سيؤثر على اقتصاد الإقليم وعلى سير عمل مطاري أربيل والسليماني لذلك هناك ضغط كبير من الإقليم ومن القادة السياسية الكرد على الحكومة الاتحادية في بغداد وعلى وزارة النقد وعلى سلطة الطيران المدني بخصوص فتح المطار يعني هل تم تبنيغ كافة الجهات بتأجيل عملية تأفتتاح المطار أم هنالك تسريبات أم توقعات هي فقط تسريبات لا يوجد أي تصريح رسمي بهذه الخصوص لكن أيضا نحن في جبه التركمان العراقية بالتنسيق مع سيد محافظة كركو لنعمل جاهدا لأجل أخذ الموافقات الرسمية وفتح المطار خلال أقرب مدة نعم محافظة كركو استلمت ميزانيتها من الحكومة الاتحادية كيف ترى وتقرأ الوضع الخدمي في هذه المحافظة كنتم تشكون من المحافظة السابق نجم الدين الآن المحافظة وكالة سيد راكان كيف ترى الوضع الخدمي في كركو يعني أكو مناطق عن مناطق تختلف أكو خدمات منطقة عن منطقة تختلف مناطق تركمانية إلها حصة مثلا ما وصلت إلها خدمات شوان يعني أولا الميزانية التشغيلية جاءت إلى محافظة كركو يجب أن نعلم بأن أغلب هذه النسبة ستذهب إلى المقاولين والمتعايدين الذين عملوا في سنوات السابقة في سنوات 2015 و16 و17 ديون متراكمة ديون متراكمة قديمة اليوم المشاريع تختلف عن السابق يعني اليوم كان لسيد راكان جبر محافظة كركو تصريح ببداية العمل بالأرصفة والشوارع في القاطع السادس في دوميز وفي أسرى الموافقودين و الحياة العسكرية طيب هذه المناطق كافة مكونات مدين كركو كي يعيشون فيها هناك عمل ترميم في شارع المعارضة هناك عمل بالقرب من الكورنيش في منطقة الشارع المحافظة يعني لا يوجد مشاريع جديدة فقط ترميم وإكساء السبب لأنه كما قلت أغلب هذه المبالغ ستذهب إلى ديون متراكمة قديمة لسنوات قديمة للاسيما بعد أحداث تنظيم داعش الإرابي في 2014 وقفت كافة الميزانات التشغيلية لمدة لا تقل عن 3 إلى 4 سنوات يعني لا يوجد مشاريع جديدة مشاريع حيوية لخدمة أهالي كركو مثلا سواء في المركز أو في الأقضاء والنواحي هناك بناء مدارس هناك تأهيل مستوصفات تأهيل مستشفى في الحويجة وأيضا تأهيل مستشفى داخل مدينة كركو هناك عمل هناك مشاريع لكن لن تكون مشاريع ضخمة لأنه أغلب نسبة أكثر من 60 إلى 70% ستتتب إلى الديون المتراكمة ولنسبة باقية لكن من ناحية الخدمية أنا أرى بأن الواقع الحالي الخدمي في مدينة كركو أفضل من نجم كنتم تعانون في عهد المحافظة السابق من ترميم المناطق الكربية فقط بصورة واضحة دون المناطق العربية والتركمان إزالة المنازل المواطنية التركمان بحجة أنه تجاوز الآن التجاوزات أصبحت أمر واقع بأنه سيتم تحويل إلى تمليك مسألة التجاوزات ستشاهدها في بغداد وفي كل المحافظات نحن نسنا متخوفين من التجاوزات بقدر ما نحن متخوفين من أناس ليسوا من أهالي مدينة كركو الحدود الإدارية لمركز كركو ستتوسع مثلا في ضمن هذا القرار يعني من 2003 إلى 2017 أثناء سيطرت الأحزاب الكردية هو أصلا بنية كركو بنية أماكن بقدر مدينة كركو يعني كانت هناك تغيير ديمغرافي واضح هو بناء مساكن ومناطق كبيرة لكن نحن كما قلت النقطة المهمة عندنا يجب أن يكون من أهالي مدينة كركو يعني أعضاء مجلس المحافظة السابقين يعني تم حلهم كانوا يناقشون لمدينة كركو ماستر بلان لحد الآن ربما ما خططوا ما وصلوا إلى ماستر بلان للمحافظة أو تخطيط العمراني للمحافظة كركو تحتاج إلى تخطيط عمراني شامل هناك تجاوزات بعض التجاوزات تشمل أراضي دولة يعني القانون الذي أقرر مجلس الحكومة العراقية في بغداد لا تخص الأراضي التي تم التجاوز عليه على أراضي الدولة فقط تتجاوز على الأراضي الزراعية والأراضي التي هي خارج حدود المدينة هناك مداني مولات ومقارات للأحزاب بنيت على أراضي الدولة كيف يتم حلها؟ هناك بيوت بنيت على الأنابيب النفطية التي تمر في منطقة عرفة وتبة وألماص هذه كلها يجب أن يتم حلها يعني هذه أصلا خطورة على الأهالي واعتداء على أراضي الدولة التي قد تكون في المستقبل منطقة لبناء مشاريع نفطية في هذه الأراضي إذن في الختام أشكرك سيد محمد سمعان أغا أغلو المتحدث الرسمي باسم الجابة الترك ماريا لحضرك معنا في هذه الحلقة شكرا جزيلا لحضرك وشكرا جزيلا لكم سادتي ألا كارم على حسن المتابعة والأصغاء والقيانة وإياكم في الأسبوع المقبل إذا ألا راد إلى اللقاء اشتركوا في القناة